اعتقل أحد أبرز علماء إيران عالم في علم الجينات بروفيسور داريوش فرهود لأنه انتقد الهجوم على النساء قاموا باعتقاله طبعا هم هالساعة ما بس أنت يعني وإذا اعتقلت ما هن النساء اليوم هن قادر الثورة يعني بدايته كانت من النساء اليوم طالبات الجامعات كله يعني ذبنا الحجاب ويحشل على خامنة لأول مرة الحجش مباشر والسب مباشر من شباب وشابات إيران على الخامنة شخصيا واتهام بالدكتاتورية واتهام مصاص للدماء واتهام بكل دكتاتور ويطالبون بالحرية اليوم يعني حتى الحرس الثوري لا يستطيع أن يغطي كل الرقعة الجغرافية قبل شالت أما بالأحواز أو بكردستان أو في مكان معين فيجي الحرس الثوري يطوق المنطقة والبسج لكن هسا لا هسا في كل رقعة إيران انت صور في مدينة سليماني بكرمان يعني كرمان اللي مثلا بالعراق وبسوريا ويرافعي للعلماء وصورة سليماني أهل بنات كرمان يهدمون قبر سليماني أو يعني سبون سليماني فالبارحة زينب يعني شغل أهل بخير اشتركوا في القناة